اشتركوا في القناة يعني في هذه الأسناء عملية الفرز بتستمر وبتصير بخطة أكثر من رأعة أقدر أقول لك دلوقتي يا أستاذ إبراهيم أن تم الانتهاء من فرز 92 لجنة من إجمال 156 لجنة بيتبقى 64 لجنة مع الانتهاء من 92 لجنة كل المؤشرات بتؤكد أن قيمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بتتقدم باكتساح بالكامل يعني المرشحين المستقلين بدأوا في مغادرة الخيمة الانتخابية الأمور كلها بتسير قائمة الكابتن محمود الخطيب باكتساح بعد الانتهاء من 92 لجنة انتخابية ويتبقى فقط 64 لجنة انتخابية كان لي حديث مع المستشار الجليل وحيد أحمد عود رئيس اللجنة القضية المشرفة على الانتخابات النادلالي قال إن شاء الله خلال ساعة ونص أو ساعتين هيتم الانتهاء تماما من باقي اللجان ومراجعة كافة الأرقام لكن مع الانتهاء من فرز 92 لجنة انتخابية كل المؤشرات تؤكد تقدم قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل كل السادة المرشحين موجودين لسه في النادي ولا الناس مشيتم لا أقدر أقول لحضرتك كل السادة المرشحين قائمة الكابتن محمود الخطيب فقط هي الموجودة داخل الخيمة الانتخابية باقي المرشحين المستقلين غدروا الخيمة الانتخابية بعد طبعا يعني علمهم بتقدم القائمة بالكامل وظهور كافة النتائج في أغلب اللجان بدأ الجميع في مغادرة تبقى الموجودين حاليا أفراد قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل أيضا يعني التخطير الإعلامية طبعا الموجودة سواء من زمل الإعلامين أو القناة النادي الآلي لكن الجميع هنا بيلتف حول قائمة الكابتن محمود الخطيب وتبدله التهاني مع ظهور المؤشرات الأولية والسادة زبراهين هل عندك رقم رسمي معلن من قبل اللجان على عدد الحضور بالزبط ولا لسه ما أعلنش رسميا أقدر أقول لحضرتك أستاذ إبراهيم أن الرقم اللي تم إعلانه حاليا هو تجاوز الـ 22 ألف 22 ألف يعني صوت تم الحضورهم ده الرقم اللي خدناه مؤكد من الهيئة القضائية والمستشار الوحيد أحمد عوض لأكد لنا أنه هو الرقم تجاوز الـ 22 ألف صوت زي ما قلنا عدد اللجان 156 انتهوا من 92 اللجنة انتخابية تبق 64 لجنة انتخابية شكرا يا فاروق مجهود كبير وحنتواصل معك في كل المستجدات بإذن الله الطب